ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جد وخطير بواسطة السلاح الأبيض وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لضبط المشتبه فيها الذي كان يحمله جروحا ويحدث الفوضى بالشارع العام في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات غير أنه أبدى مقاومة عنفة واحتجز سيدة تعاني من إعاقة حركية مهددا بتعريضها لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض مما اضطر عناصر الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن تحرير الضحية وتوقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية هذا وقد تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية بسبب الجرح الذي كان يحمله حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية في وقت مكنت فيه الأبحاث المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه الثاني الذي عرض المعني بالأمر للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والذي تم توقيفه وإداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفية هذه القضية